إلى ذلك رأى محافظة حضرموت مبخوت مبارك بماضي توقيع عقد تنفيذ وتمويل 11 مشروعا ممولا من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبإشراف مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت وقضت الاتفاقية التي وقعها مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر سالم الأشولي ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلع والسالم الأقسم بتمويل عدد 11 مشروعا بآلية النقد مقابل العمل في ثمان مديريات الضليعة ودوعا والقطن وغيرب يمين والريدة وقصيعر والشحر وحجر ويبعث وفي القطاع الزراعي وتشمل تأهيل وصيانة قنوات الري وحماية المنازل واستصلاح الأراضي الزراعية وتأهيل العيون وتحسين الأراضي والطرق بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليون وثمانمائة ألف دولار اشتركوا في القناة